مشاهدين دلوقتي الساعة 9 موعد مجز الأنباء مع دينا تفضل يدي شكرا لك يا منا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي وجوب استحضر ذكرى الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لو لها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر جاء ذلك خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة حيث قدم الرئيس سيسي التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيمة كما أدار الرئيس سيسي حوارا مع قادة القوات المسلحة تناور خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة وأشهد الرئيس السيسي بجهود قوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية مؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته هذا وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير تنطوي بالقاهرة بمناسبة يوم الشهيد أجرى وزير الخارجية سامح شكر الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب سبع وعشرين تلقى اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيرش وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول الجهود الجارية للأعداد والتحضير لدورة المقبلة للمؤتمر التي تستضيفها وتترقصها مصر هذا العام حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة دعم منظمة الأمم المتحدة للجهود المصرية على نحو يسهم في تعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على الأصعيدة كافة وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاتصال تناول موضوعات عمل المناخ ذات الأولوية كما اتفق الجانبان على مواصلة تشاور والتنصيق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة شهدت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ثاني فعليات مهرجان أبي دوس الأول للموسيقى والغناء الذي تنظم وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية وأكدت إيناس عبدالدايم أن مهرجان أبي دوس ظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد تواصل الثقافة من خلالها تنفيذ محور إعادة تشكيل الوعي وبناء الإنسان مشيرة إلى أن الأنشطة المتنوعة والمتعددة التي تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين أبناء الوطن وأشهدت توزير الثقافة بالإقبال الضخم على الفعاليات والذي يعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والراقية أعلنت توزارة الصحة والسكان عن خروج 733 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفايات وذلك بعد تلقي مراعاة الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي متعافين من الفيروس إلى 424831 حالة وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 854 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته بالإضافة إلى وفاة ثماني حالات جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 495373 حالة من ضمنهم 424831 حالة تم شفاؤها و24277 حالة وفاة أكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال شمال غربي كييف مع تمركز الجزء الأكبر من القوات الروسية الآن على بعد نحو 25 كيلو مترا من قلب المدينة كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلا عن وسائل أعلام أوكرانية بأن قوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريبول كما ذكرت وسائل أعلام محلية في وقت سابق أن صافرات الإنذار بحدوث قصف دوت في كل الأراضي الأوكرانية بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودينبرو وخاركيف كان الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي قد أكد أنه تم إجلاء 744 شخصا من أربع مدن أوكرانية وفي خطاب بثوا تلفزيون الأوكرانية أكد زيلينيسكي أن القوات الروسية لم تسمح بدخول مساعدات إلى مدينة ماريبول وشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية ستحاول مرة أخرى اليوم إرسال الطعام والمياه والدواء إلى المدنيين اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من استمرار القصف الروسي على منشآت نووية في أوكرانيا لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرة على حدوث انبعاث إشاعي حتى الآن وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت وزير التطاقة الأمريكية جينيفر جارنا هولم في تغريدة على تويتر إن أجهزة مراقبة الإشاعة في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل رغم أن الولايات المتحدة قلقة من نقص البيانات من مراقب الضمانات في تشيرنبول أو زابورجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أكدت الأمم المتحدة أنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومو ناكاميتسو أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا انضمت إلى حظر دولي على مثل هذه الأسلحة كما فعلت روسيا والولايات المتحدة إلى جانب 180 دولة أخرى وكانت روسيا قد دعت إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي للتأكد أو للتأكد من خلال مبعوثيها على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية نهاية مجلس التاسعة فاصل ومعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر